الوضع الإنساني المترد والحروب تلقي بظلالها على المدنيين ما بين الشرق الأوسط وإفريقيا وتشتتهم على طرق البحث عن الأمان في رحلة اسمها اللجوء والتي قد تنتهي في بعض الأوقات بالموت ليكون الهروب منه وإليه المنظمة الدولية للهجرة نشرت بيانا تضمن إحصائية وثقت خلال العام الماضي مقتل 3800 مهاجر في محاولات يائسة للوصول إلى أوروبا وتعد الأكبر منذ العام 2017 حيث توفي 4255 حينها البيان أشار إلى أن هذا الرقم هو أكبر بنسبة 11% من إحصائيات السنة 2021 مؤكدا إمكانية أن تتجاوز الأرقام الحقيقية ذلك لأسباب كثيرة أبرزها ندرة البيانات المتاحة عن القتل وأسمائهم وأصولهم وطريقة وفاتهم البحر حصد أرواح الغالبية بأحداث مميتة بحسب المنظمة الدولية للهجرة فقد توفي أو اختفى أكثر من 2400 مهاجر في شرق ووسط وغرب البحر الأبيض المتوسط وما يصل إلى 84% مما اللقوا حتفهم في البحر ما زالوا مجهول الهوية أما الطرق البرية لم تكن أوفر أمنا للمهاجرين ومحفوفة بالتعب والمخاطر وحتى عصابات الخطف التي تصطادهم لابتزازهم ماديا أوريانت وثقت شهادة أحد الناجين السوريين في ليبيا وهو يحاول الوصول إلى إيطاليا وروا فضائع خطيرة حيث خطف واقتيد رفقة 130 آخرين إلى قبو في مصراتة وتم تعذيبهم للحصول على أموالهم وتوفي أكثر من 20 شخصا تحت أساليب التعذيب التي بدأت بالحرق والجلد واقتلاع الأظافر والأسنان وانتهت بقطع الأعضاء التناسلية والاستعباد